السلام عليكم و مرحبا بكم معايا من جديد في الفيديو ديالنا ديال هاد النهار غادي نحضرو الحرشة المغربية وش كل ما كي تشاههاش هكا في الفطور ديال الصباح تكون سخونة اولا في القوتي ديال العشية معشي برد ديال اتاي كتجي رائعة وفيديو غا يكونوا فيه جميع النصائح باش تسهل عليكم الحرشة متعدبكمش متهرش ليكم وغاديكم ان شاء الله فيديو فيه كيف ما كنت لكم جميع النصائح بالنسبة المبتدئات بجيكم حرشة على حقها وطريقها هاد الخطوة هادي بالنسبة المبتدئات و لا بغاو يديرو هكا يدهنو المقلة دياله مغي باش يتفادوا باش انها تلتاصق ليهم اما لا بغيتوا تستغنوا على هاد الخطوة تقدرو تستغنوا عليها كندهنو هكا المقلة ديالنا بشوية ديال الزبدة نرشو عليها السميدة بالنسبة الكمية ديال السميدة اللي عندي عندي كيلو اللاروب ديال السميدة نزد عليها كمية من الملح الزبدة ندير معلقة صغيرة عامرة مزيان إلا بغيتوا الدوب و هنعزي تتقدرو ولكن لو بغيتوا تسهلوا عليكم هكا الخدمة ديروا وغي بحالي هكا معلقة صغيرة عامرة مزيان وحط ريط قدية الخميرة ديال الخبز هاد العسل عندي هنا يا جامدة ندير منها معلقة صغيرة عامرة مزيان إلا كانت عندكم سايحة ديروا منها معلقة كبيرة لأنها كتتحمر الحرشة كتتعطيها واحد اللون موحد غادي إن شاء الله تجربوها ما غاديش تبقوا تستغنوا عليها العسل كي عطي واحد اللون جميل للحرشة قدرت نصم علقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة وكندير الزيت تقريبا تقريبا واحد نص كس ديال الزيت المهم عينينا ميزان ناي بيش تبسس لينا هكا الحرشة سميدة بالنسبة لهذه الخطوة هادي ديال هكا تشدوها و تبدو تفركوها بين يديكم كتنساج مقع المكونات اللي درناهم مع السميدة هادي هي خطوة المهم في الحرشة كان عطيوها الخاطر فهذا المرحلة حتى تبالينا يعني التبسات مزيان و ما بقاوش نهائيا لا زبدة ولا هاداك العسل ولا التشدو المهم هادي هي الخطوة المهمة في الحرشة من بعد مني كان ضيفو الماء ما كان ندلكوها موالو كان حاولو غير ندخلو معها المصافي ما كان بقاوش نعجنو فيها انا درت له هناي الماء بقيتو تعجنوها بالحليب ارى كتجي بنينة كتجي زوينة لو قيتو تديرو بالحليب وبقيتو تديرو بالحليب وبقيتو تديرو غير بالماء بحالهاك ركتجي زوينة بزاف هناي لجبت القاعدة ديال المول ديال اللي كندير فيه الكيك هو اللي درت فيه السميدة وكان حاول هاد القاعدة يزوين حسن ما نقرسوها نيشا في المقلات كتب حل ما كتعتناش واحد شكل محيد تقوم نتول هاكا كان قنقادوها مزيان كيجي شكل ديال هزوين غادي نجيب قاعدة ديال المول اخر وغادي نقلبها ونقادها كنقلب من جهة الجهة حتى كتتقدمها مزيان سيدة لي في المغريب كان نصحكم باش بشيو عند النجار وديرو واحد جوش كونت بلاكيات بحركة كيجولون اه كنت بلاكيات اه تديروهم عاليش انا قدير المقلات ديالكم هاكا كتسهال عليكم الحرشة سافي غادي نقادها مزيان وحد باش نديرها في المقلات وعدين نشعل عليها يعني ما كان كنش انا شعل على المقلات حتى كنديرها في المقلات عاد باش كنشعل عليها والنار ما تكونش مجهدة بزاف وما تكونش ناقصة بزاف يعني تكون نار متوسطة بين مرتفعة ومتوسطة سافيك نحاول نقادها مزيان من يكتب على ديالوجه كنقلب على الوجه الاخر كنشكل فيها واحد تقب في الواسط باش كتنفس منه الحرشة وني كتطيب كتجي عليها تشكل هذا كتجي زوينة بزاف وانتمنى انه انني نكون نفدتكم في هذا الفيديو وإلى اعجبكم ديروا ليه لايك وحتى نتلاقعوا ان شاء الله فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة